من الملاحظات والتعديلات تقفل وتفتح اجتماعات اللجنة المالية النيابية بخصوص الموازنة اجتماعات أذن لها أن تتواصل من دون إذن للانتهاء أو حتى إعلان معلوم منها بالضرورة سقف التوقعات مازال مرتفعا لرني جرس عقاد التصويت على المسودة النهائية كما يؤكد نواب استضعافة الوزراء والمدراء العامين وبعض الجهات المعنية التي إلها مدخلية إساسية أو تخصيصات في الموازنة أيضا أمر صحي ومطلوب نعتقد أن الموازنة ستمر قبل انتهاء العطلة التشريعية توقعنا ونتأمل هذا الشيء ضرورة براجعة بعض الأمور لأجل توزيع عادل للمحافظات مثلا وفي أثناء حضورها خارج المجلس تنذر مجسات التوقعات بتغيير وزاري جديد يستعد السودان لإجرائه في حكومته أخبار متواردة بدأت تسرق الأنظار عن الموازنة وتعديلاتها التي قد تنقلب من التعقيد الفني إلى السياسي في إشارة إلى تحويلها كعامل ضغط على رئيس الحكومة ورهن تمريرها بعدم المساس بوزراء يحسبون على كتل لها أوزانها في كفة التصويت لذلك هذه الموازنة المهمة أن تقر في وقتها المحدد هناك تأخير في عملية إرسالها لمجلس النواب أساسا من قبل الحكومة أرسلت في وقت متأخر واليوم مجلس النواب جاءت في عملية تقرارها وإكمالها بغض النظر عن الخلافات السياسية يجب أن لا تكون الخلافات السياسية على حساب مصلحة المواطن في هذا الموضوع وأبدأنا ملاحظاتنا في خصوص الموازنة بعد القراءة الأولى والثانية لهذه الموازنة مرحلة فيها من التحديات الشيء الكثير مجريات ربما تمثل بداية لتغيير مرحلي في عمر الحكومة الحالية خصوصا عند الأمور التي تمثل عبارات حمراء خطت بحبر المحاصصة ولا يمكن أن تمحى دون ثمن والثمن يتخوف منه مراقبون أن يكون بفرض لغة المساومات على حساب قوانين وتشريعات يعلق عليها الشارع آماله أبعاد الموازنة عن الخلاف السياسي يراه نواب الخيار الأسلم لاستمرار دعم الحكومة وعدم التأثير في قاعدة منهاجه الوزري بما يؤمن الطموحات التي يبحث عنها الشارع من خلال تشريع القوانين المهمة بعيدا عن التنحرات السياسية من مقر مجلس النواب العراقي في بغداد على الحديد الفلوجة الفضائية